موسيقى ليس هو ها هنا لكنه قام أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان نحن ما زلنا في أيام القيامة وبهذه المناسبة أحب أن أقدم أجمل التهاني وأحر الأمان لكل أحبائنا حسب التقويم الشرقي الكنيسة الأرتوكسية الشرقية اللي بيحتفلوا هذا الأسبوع بأسبوع الألام سواء الجمعة الحزين أو الجمعة العظيمة وقيامة يسوع من بين الأموات قيامة يسوع المسيح بتبعث فينا الفرح والسرور والأمل والرجاء المبارك لهذا السبب بحيي كل إخوت وأخواتي وأقول لجميعكم كل عام وأنتم بألف خير وحقا المسيح ليس في القبر لكنه حي إلى أبد الأبدين المسيح قام بالحقيقة قام بصلي من خلال هذه الحلقة تختبر قوة قيامة يسوع المسيح في حياتك وتتلامس مع حضور يسوع المسيح المغير وهذا التغيير يحدث بسبب قوة القيامة لأنه يسوعنا حي فبصلي اليوم وبهذا العيد بالتحديد وبالأخص أنه كل إنسان محتاج يتغير بنعمة الرب يسوع اليوم فرصتك أنك تتلاقى وتتقابل مع يسوع المسيح أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا احبانا مرة تانية بحب اقدم ضيف الحلق هو اخ وصديق هو صاحب مكان ايضا بحب اقدم القصيس جورج سابا القصيس جورج اكيد اعرفتوه كان معنا عدة مرات على البث المباشر وفي حلقات ليكن نور القصيس جورج سابا هو راعي كنيسة حق الانجيل في الفنار في بيروت في لبنان اهلا وسهلا اسيس جورج شكرا اسيس نزار هيدا امتياز كريم من حضرتكن ان يكون بهالمحطة يلي هي صوت صارخ في كل العالم احنا منحبك اسيس جورج وانت شخص يعني عزيز جدا على اقلوبنا وانحنا منعتبرك طبعا صاحب مكان طالما احنا في مزاج او في ايام القيام وهي السنة بين العيد الغربي والعيد الشرقي كان حوالي خمسة اسابيع صحيح احنا مش راحين نحل مشكلة التقويم ولكن بالنسبة لنا يسوعنا حي المسيح حي وانه قام من بين الاموات وهذا ايمان كل المسيحيين فايش بتعني لك القيامة احب اقرأ بعض الاعداد فضل من رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاول والعدد الثالث مباركنا الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الاموات لميراث لا يفنى لا يتدنس ولا يضمح محفوظ في السماوات لاجلكم انتم الذين بقوة الله محروسون بامان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير الذي به تبتهجون مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تسكية ايمانكم وهي اثبا من الذهب الفاني مع انه يمتحم بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح امين امين فهيدي القراءة بتفرجينا انه القيامة هي قدس اقداس المسيحية وهي حجر الزاوي في المسيحية وايضا عصب الحياة الروحية والايمانية هي القيامة فبدون القيامة الايمان لا شيء ونحن بعد في خطيانا كما يقول الرسول بولوس ان كان المسيح لم يقم نحن بعد في خطيانا والايمان ايمانكم باطل باطل نعم اسيس جورج طبعا يعني بالنسبة لنا القيامة هي المصداقية والشرعية لتصريحات المسيح نعم لانه مكتوب تبرهن تعين ابن الله صح من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات فالقيامة هي حجر الزاوي للانجيل الاساس لمسيحيتنا لانه كل المسيحية ترتكز على قوة القيامة صح ولكن كخادم انت للانجيل ماذا تعني القيامة معنى القيامة القيامة هي جزء لا يتجزأ من طبيعة الله فهي ليس تعليميا لكن نحن نؤمن بالقيامة كحقيقة ونؤمن بالقيامة كعقيدة فالحقيقة والعقيدة هي في صلب الكتاب المقدس نفعل حسنا إن انتبهنا إلى كلمة الله كما إلى سراج منير في موضع مظلم فالحياة مظلمة بدون القيامة السبب لأن لا يوجد رجاء لا يوجد أمل لا يوجد مستقبل لا توجد أبدية بدون القيامة فالقيامة هي حياة الله في الإنسان المؤمن قوة الكنيسة الأولى هي أن المسيح مات ودفن وقام له كل المجد وفعلا يعني نشوف ردود الأفعال في حياة تومة مثلا أو حياة تلمذية عمواس أو مريم المجدلية نعم وكيف تغيرت حياتهم عندما التقوا بيسوع الحي واختبروا قوة القيامة صحيح صحيح أريد هنا أسيس نزار أن نعبر ولو مليا على طريق الصليب قبل القيامة فضل فالتجسد هو رحمة الله ولطف الله وإنعام الله ومحبة الله لأن في التجسد نرى أن الله نزل على الأرض ولم ينزل على الأرض مرة واحدة لكن نزل تحت الأرض أيضا وقام في اليوم الثالث فالتجسد هو إشراق الله للبشرية جمعاء على مساحة الكرة الأرضية عظيم هو سر التقوى الله ظهر من الذي ظهر الذي تحف به طغمات من الملائكة كل ملايين مليارات السرفيم والكاروبيم صارخة ليلة نهارا قدوس 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 مجده ملء الأرض له كل المجد فهذا المجد جاء إلى أرضنا ويقول يحنى الحبيب بهذا المدمار لأننا رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا وهنا أريد بحصر اللفظ أن الإله المملوء نعمة هو النعمة والنعمة هو ومن ملئه نحن يا سلام هاللويا مجدا للرب ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة فوق نعمة وعندما يتجدد الإنسان الخاطئ الذي يلبي دعوة المسيح لقيامة الرجاء والخلود الأبدي يصبح لحم من لحمه وعظم من عظامه رعية مع القدسين ومن أهل بيت الله هاللويا مجدا للرب يا سلام أمين نحن مجدا للرب أمين أمين تعرف قسيس كتير حتى من المسيحين اللي بيحتفلوا بعيد القيامة نعم هو مش المفروض يوم المفروض كل يوم من أيام السنة نحتفل بقيامة يسوع المسيح وبالأخص يوم الأحد اللي هو يوم الأول بذكرنا بقيامة يسوع المسيح ولكن مش كتير من المسيحيين بيفهموا مضمون القيامة صح فما هو مضمون القيامة مضمون القيامة أن يسوع عبر الموت نعم ومن الموت أفرخت الحياة لأن يسوع فيه كانت الحياة والحياة نور للناس والنور يضيء في الظلمة فعندما يأتي الإنسان بخطيات وأثامه وأفكاره وتلوثه هكذا كنا نحن لسنا أفضل من غيرنا على الإطلاق لكن عندما تقابل المسيح معنا أن القيامة لا يمكن أن نواجهها إلا بالإيمان فعندما نأتي بالإيمان إلى إله القيامة ربنا يسوع المسيح الذي يكمن في كيانه وإنسانه نحن نعلم أن يسوع ذات طبيعتين إلهية وإنسانية فالمسيح في كيانه يكمن الأزل والأبد ويعلن عن ذاته عن ذات الحياة في ذاته يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس إله أموات بل إله أحياء وهذا أعلان صارغ أن القيامة هي في صلب طبيعة الله وكينونة الله وكنه الله له المجل آمين الآيات التي قرأتها من رسالة بوتروس مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته ولدنا ثانية لرجاء الحي بقيامة يسوع من الأموال فطبعا هنا يتكلم عن مش بس طبيعة القيامة بيتكلم عن قوة القيامة وبعد القيامة وبعد القيامة وعمل القيامة صح فإذا حكينا عن بعد القيامة إيش اللي ممكن نفهمه من أبعاد القيامة نعم أبعاد القيامة هي أبعاد فيها رجاء لا يموت لأن القيامة هي إلغاء الموت إلى أبد الآبدين أبطل الموت وأنار لنا الحياة الحياة والخلود بواسطة الإنجيل فالفنائيين والوجوديين والفلسفة المادية ينكرون هذا لكن نحن لنا ملء الإيمان وملء اليقين وملء الثقة أن يسوع قام في حياتنا هذا هو اختبارنا السبب كنا أموات بالذنوب والخطايا مح خطيانا أقامنا معه وأجلسنا وين معه في السمويات له كل المجد فهلأ نحن بستيديو أسيس وعلى الكراسي لكن مركزنا فوق نحن في السماء في شخص ربنا يسوع المسيح فالرجاء أصبح ليس مضيء أمامنا لكن جزء ليتجزأ من إيماننا واختبارنا الذي لا يقبل الشك والدوران ولا اللف لكن نحن أبناء القيامة ونحن أبناء الملكوت ونحن أبناء اللهوت ونحن أبناء الصبعوت له المجد إلى أبد الآبدين آمين آمين واحدة من التصريحات المهمة لشخص الرب يسوع المسيح عندما ذهب ليقيم ألي عازر صح من بعد ما أنتن أربعة أيام أيام فقال لمرثى أنا هو القيامة والحية من آمن بي ولو مات فسيحي وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ هذا كان سؤال يسوع لمرثى رائع رائع أسيس أنت مخضرم في الكتاب المقبل حبيبي أسيس جد جد الله يباركك أنت لطيف لطيف جدا يا أسيس ربي يباركك تفتح أمامنا أفاق جديدة رائعة حبيبي طبعا قد أنتن لأن له أربعة أيام فعندما قال لها ألم أقل لك إن آمنت وهنا أريد أن أوجه كلامي إلى المشاهد أن يؤمن بشخص الرب يسوع المسيح أنه المخلص الوحيد وأنه إله القيامة الذي نهض من بين الأموات وجلس عن يمين العظمة له كل المجد فهنا يعلن المسيح عن ذاته أنا القيامة وكلمة أنا لا ما بتلب ما بتلب لأي امرئم في الوجود لا نابليون قال ولا كارل ماركس قال ولا كانت قال ولا أي عظيم ولا أي نبي ولا أي إديس ولا أي مؤمن إلا الذي هو الذي كان ماضي والذي يأتي له الماذ الكائن والذي كان والذي يأتي وهون بيت الأصيد القادر على كل شيء فقال له نزيح الحجر هذا يعني أن هناك عملا على الموع على الإنسان أن يقوم به يعني لمن يدعيك الرب للخلاص عليك أن تلب النداء تقول له نعم فقط لأنه أكمل العمل على الصليب بدليل دخل إلى الأقداس مرة فوجد لنا مع أحلاك كلمة لنا فوجد لنا فداء أباديا فالفداء ليس زمني أو وقتي لكنه إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين عندما زاح الحجر قال المسيح كلمة له المجد قال له لعاظر هلما خارجا لو لم يسم يسوع المسيح لعاظر لكان كل الأموات في القبور قاموا لكن حدد المسيح لعاظر قال له نحلوه ناس بربطونا و الله بحلها قال له نحلوه ودعوه يذهب وأنا هيكسر معي أسيس كان عمري 18 سنة لما نقبلت الرب يسوع المسيح له كل المجد أخي المشاهد هذا اختباري أنا بقول ياريت اختبرت الرب قبل 18 سنة أجمل حياة أقدس حياة أمجد حياة هي الحياة مع الرب يسوع المسيح أتمنى ورجائ في الرب أيها الأخ المشاهد أن تطلب الرب الآن وتقل له يا مخلص خلصني أنا هيك عملت ركعت أسيس قلت له يا يسوع إذا أنت بتخلص خلصني هلأ مد إيده عزبالي وشال إنسان مثلي 18 سنة كان عمره وإلى الآن أجمل حياة له كل المجد وأنا الآن ابن القيامة وابن الرجاء وابن الأبدية كما أنت وملايين من المؤمنين على مساحة الكرة الأرضية مثل ما وصف نفسه يسوع في سفر الرؤية وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين أمين لربما أثار هذا الشيء في داخلك حب إنك إنك تأتي إلى المسيح لأنه بقوة القيامة مكتوبة ولدنا ثانية ولدنا ولادة روحية من فوق مولودين بكلمة الحق فمثل ما اختبر الأسيس جورج لما كان عمره 18 سنة ممكن أنت اليوم تختبر إحنا مش بنتكلم على عقيدة ولا بنتكلم على طايف ولا بنتكلم شو خلفيتك أو مين أنت هذا الكلام لكل المشاهدين بغض النظر شو ديانتك شو خلفيتك كنت مسلم درزي بهائي شيعي سني أحمد مسيحي بغض النظر شو طايفتك إنجيلة بروتستانتي أرتودوكسة كاتوليكة كل واحد لازم يختبر يسوع المسيح والدعوة مقدمة الدعوة مقدمة لكل شخص أنك تدعو المسيح الحي إلى حياتك وعلى فكرة أرقام الهاتف موجودة أمامك وطبعا فيه إخو وأخوات اللي بردوا كمان على تساؤلاتك أو فيك تتواصل معنا عن طريق السوشال ميديا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلنا حبائنا مشاهدين في كل مكان ما زال حديثنا عن رسالة القيامة ولسيما إحنا في أيام القيامة ومعي القص جورج سابة وبصلي أنه الرب يباركك من خلال كل كلمة ذكرها والروح القدس يعمل في في حياتك أسيس جورج إحنا حكينا عن معنى القيامة مضمون القيامة حكينا عن أبعاد القيامة عاوز أسألك سؤال كمان كتير كتير مهم ما هو جوهر القيامة جوهر القيامة هو ذات الله وطبيعة الله مغلفة بالرجاء الحي الأبدي جوهر القيامة هو ذاتية الله وطبيعة الله كيان الله ذاته لأن القيامة ليست فكرة طارئة على ذهنية الله لكنها حقيقة قائمة في كيان الله له المجد فجوهر القيامة مغلف بالرجاء الأبدي أي أن الرجاء هو الذي يلغي الموت إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين ما أعظم القيامة عندما نختبرها ويختبرها كل مشاهد في هذه الحلقة المباركة وهنا أريد أن أنبه وأنوه عن حقيقة القيامة أي أن جوهر القيامة أسيس نزار هي حياة الله أي عندما أقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياتي يعني فورا ديراكت مو بتنتقل حيات الله إلي يا أنا ما بعيش بقى الإنسان القديم المرتبط بآدم يلي كله فساد لكن أرتبط بآدم الأخير ما في آدم تاني وتالي لا آدم الأخير الذي هو الرب يسوع المسيح فحياة الله تنتقل إلي وأنا أعيش حياة الله أي أسلك بالروح ولا أكمل شهوة الجسد إلى أن أتلاق مع عريسنا وحبيب قلوبنا ربنا يسوع المسيح عندما يلتأم الرأس مع الجسد الجسد هو الكنيسة ملء الذي يملأ الكل وعندما تؤمن أخي المشاهد أنت تصبح عضوا في كنيسة المسيح الكونية وكما قال أخي الحبيب نزار أن المسيح ليس طائفيا ولا مذهبيا ولا عرقيا لكن المسيح كالهواء كالشمس هو لكل إنسان كائن من كان يليتك تصلي الآن وتقول له هذه الكلمات يا رب ارحمني أنا عبدك الخاطي في لحظة في طرف تعين خطياك تغفر وتصبح ابنا لله ويؤكد الرب المؤكد أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان تعرف شو معناه سلطان يعني حق شرعي هاللويا بتصير إلك بناوية شرعية لأن ولدت بالروح القدس أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه انتبه الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة دم بل من الله دخولك على الزمنية استلزم ولادة من أب زمني لكن دخولك على الأبدي والسماء يستلزم ولادة من أب سماوي فتصبح ابن السماء وابن الملكوت وابن القيامة وابن الأبدية هنيئا لك إن صليت أو صليت هذه الصلاة آمين وبتمنى من كل قلبي أنك فعلا طلبت الرب وصليت يعني هذه الصلاة هي تعتبر صلاة بسيطة ولكن الله يعرف ويرى القلب مكتوب لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع آمين وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلص لأن القلب يؤمن به للبر هاللونيا يعترف به للخلاص طبعا الآية الأولى اللي قرأتها أنا عم بحاول أرجع كمان ولدنا ثانية لرجاء لرجاء حي واسمح لي في كورنتوس الأولى إصحاح خمسة عش واحد من الآيات المهمة جدا خمسة عش آية تسعة عش إن كان لنا في هذه الحياة فقط 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 رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس وطبعا وطبعا هون برجع للفكرة الأولى اللي أنت اتكلمتها يعني لو لم يكن المسيح قد قام وهنا طبعا بكورنتوس الأولى خمسة عش بولوس بيشرح بإسهاب عن هذا الموضوع تماما بقول باطل إيماننا باطل كرازتنا نحن بعد في خطيان نعم لكن الآن قد قام المسيح وصار باكورة الراقدين يعني وهون بيتكلم يعني إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح يعني ما لناشت رجاء في الحياة الأخرى أبدية صح فإننا أشقى جميع الناس ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكور يعني السند الضمان التأكيد الأساس حجر الزاوية هي قيامة يسوع المسيح يعني لاحظ حتى التلاميذ مش عم بيكرزوا بطفولة يسوع أو حتى تعاليم يسوع أو معجزات يسوع أو حتى حياته بقيامة يسوع بقيامة يسوع فهو المحور المحورية في المسيح إلهنا حي له كل المجن فطريق القيامة أخي المشاهد طريق القيامة هو الإيمان أن نؤمن لأن الإنجيل يتلخص بأي وحدة بس شو هي رح قل لك شو هي أخي المشاهد المسيح مات ودفن وقام هيدا الإنجيل كله فأنت تدفن مع المسيح بخطياك لك المشد يا رب تموت عن الذنوب كلنا لأننا لسنا تحت النموس تحت الشريعة بل تحت النعمة الخطيئة لن تسودكم الرب يعطيك قوة الروح القدس ملء الروح القدس ولادة الروح القدس مسحة الروح القدس فتصبح ابنا لله ومن هذا المنظور الكتابي الحق الإلهي الذي ليس فيه تغيير دوران لا يعدل على الإطلاق ولا يتغير ولا يتبدل هو قائم إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين فحتى تصال للقيام ينبغي أن تؤمن لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجاز الذين يطلبونه أنا بدأ أعطيك إضاح بسيط خي الحبيب نظامية الكون كيف الأجرام السماوية التي تسبح بالفضاء الخارجي الأمر عطار زحل كل نظامية الكون انتبه في صباح وفي مساء ولا يوم ما بيكون في صباح ولا يوم ما بيكون في مساء خي الحبيب هيدا بدل على أن هناك خالق خلق الكائنات والأكوان وجبل الإنسان وأنت إنسان تحتاج إلى الله يرجع التراب إلى التراب وترجع الروح إلى خالقها الذي أعطاها يليتك بعيد الخيامي هذا العيد المجيد الذي فيه أهن جميع أحبائنا الأرتودوكس في كل أقطار العالم بقيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات أن تقبل يسوع مخلصا شخصيا لحياتك وستفرح كما قرأنا بفرح مجيد لا يمطق به أمين بعد إذنك جسيس بدنا ناخد مكالمة نعم من أم أحمد أهلا وسهلا أم أحمد أنت معانا على الهوى أهلا يا أسيس وبرحب بالأسيس اللي مع حضرتك كل سنة وانت طيبين وانت طيبين المسيح قام حقا قام حقا قام أمين ربنا يباركك أم أحمد بشكر ربنا بشكر ربنا أن إحنا عرفنا نور المسيح بشكر ربنا أن إحنا من كل يقلبنا أمنا بالقيامة لأن بدون قيامة مفيش رجاء لمسيح أعطانا رجاء أنه أقام نفسه من الأموات زي ما هو قال لما التلاميذ كانوا في العلية عندهم يأس وخبت أمل داء فرحة القيامة لما آم المسيح من بين الأموات هاللويا رأيت نطاته فرح أنا بشعر الآن بالفرح أنا عايش الآن الفرح ده المسيح أقامني من كل خطيئة ومن كل ظلمة أنا قدت فيها أنا عايش القيامة يوميا أشكره من كل قلبي المسيح الحي الإله الواحد نور حياتي شكرا يا رب وهو قال أنه هيديني قوة القيامة بقوة الروح القدس لما قال وإن كان روحا الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائة هاللويا 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 من هنا لـ 100 سنة قدام يا رب شكرا شكرا يا رب إزاي يا رب أشكرك خدتني من الظلمة من ودي ظلم الموت وديتنا قيامة يا رب شكرا يا رب هاين علي أزغرت وأشكر وأهل وأفرح وأتنطت عرفت الإله الحقيقي لهذا الكون الإله الحقيقي مجدا للرب يا أم أحمد شو وقتين 11-14 هو إله حي واحد أحضر إدانا إقامة إدانا ركاء إدانا إقامة من كل موت ومن كل خطية بس مش بس من الموت الجسدي هنقيم وهنبقى معابا أكساد موجدة إدانا إقامة من كل خطية من كل تجربة صعبة إدانا إقامة هاللويا شكرا شكرا يا رب وأقامنا معه وأجلسنا معه في السموية الشو وقتين أم أحمد أسألك يعني شو اللي صار معك اللي خلى هذا الفرح كما ذكر القس جورج لا ينطق بفرح لا ينطق به ومجيد شو اللي صار معاك اللي صار معيني كنت في الظلمة وكنت منقبة وكنت بعبده من كل قلبي وصلي وقوم الليل بصورة البقرة وصلي وقوم الليل بلا رجاء حتى افتقدني هو ولمسني وراني شكرا 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 هذا الفرح بإسم يسوع بإسم يسوع حليلويا في السمويات شكرا شكرا يا أم أحمد شكرا كتير ربنا يباركك تفضل أمين إله أولاد من كل طاقف ومن كل لون ومن كل مذهب ومن كل عرق والرب مثل ما قلت يا أسيس نزار مثل الشمس لكل إنسان بدون استثناء هكذا أحب الله العالم بهذه الكيفية بهذا المقدار حتى بدلة ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الإبادية ولما نقول ابنه الوحيد مش معنات الله عنده لا 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 ابن الله بالحق والمحبة ابن الله بالروح من الأزل وإلى الأبد له كل المجل ابن محبته مكتوب فأنا لما نقول أنا ابن بيروت مش معنات بيروت ولدتني لا أبدا فهو ابن الله جليس المشورات الأزلية وبد دفله شي للإخت إم أحمد الرب يبركها هي إختنا في المسيح يسوع صاري إنه الرب ألغى الموت إلى أبد الآبدين آمين وأبطله أبده وأبطله أبطله قلب السماء لا مرض لا جوع لا عطش ولا شي ولا موت إلى أبد الآبدين سننعم بالخلود الأبدي وبالمجد ثلاثة كلمات ما لم ترعين ما لم تسمع به إذن ما لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله يلي أعد الخلاص والفداء ما أعده الله للذين يحبونه أعلنه لنا بالروح هاللويا نحن أبناء السماء شاء من شاء وقبل من قبل نحن الآن أولاد الله وعندما يظهر يسوع سنكون مثله لأننا سنراه كما هو سأرى الله في أنسنتي يسوع المسيح له كل الأمجاد يا ليتك أخي المشاهد تستغل هذه الفرصة الزمني وتقبل يسوع مخلصا شخصيا لحياتك فتصبح ابن السماء وابن القيامة وابن الأبدية آمين رح أخد كمان مكالمة أسيس جورج من الأخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال من بريطانيا انت معانا على الهوى أخت فريال أخت فريال أوكي راحت المكالمة إذا بتسمعين أخت فريال ارجع عشان أدخلك كمان مرة تكون معانا على الهوى طبعا اليوم وللأسف أسيس في كتير من الناس بتهاجم فكرة موت المسيح على الصليب وفكرة قيامة يسوع المسيح مع أنه الكتاب المقدس بعهديه ومئات الآيات التي تشهد والشهود اللي أنه يسوع فعلا حقيقة مات وأنه حقيقة صلب وأنه حقيقة يسوع المسيح قام من الأموات حتى يسوع نفسه عدة مرات اتكلم عن هذا الموضوع والتلاميذ ما فهمه ومرات كان بيتكلم برموز الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير فطبعا بيتكلم عن الموت وبيتكلم عن الحياة عن القيامة عن الحياة حبة الحنطة تشير إلى الطبيعة الإنسانية يسوع كإنسان مات لكن كالله لا يموت ولا تحصل مغفرة في الشريعة إلا بسفك دم ويسوع سفك دمه على الصليب ويسوع يعلن الفداء الإلهي بقول ينبغي أن يتألم المسيح أولا ثم يدخل إلى مجده له كل المجد فالمزود هو عبور في الموت إلى حياة الإنسان المسيح مش بحاجة يموت ويقوم لذاته لا المسيح مات وقام لأجلنا فدينا لأجلنا نحن أموات في الذنوب والخطايا الشرار معد لنا الوقائد الأبدية جهنم النار من له الإبن له الحياة من ليس له ابن الله ليست له حياة بل يمكث عليه غضب الله والإنسان يلي بعيش بالزمنية هيدا فرصة لإله قد بدك تعيش خيل المشاهد سبعين ثمانين تسعين مية مية وعشرين سنة متل نوح بدك تموت طيب وين رايح بعد الموت ما هيدا السؤال اللي بيطرح نفسه يسوع مات وقام وهو جالس عن يمين العظمة يشفع فيك لكي تخلص أنت وأخلص أنا ويخلص كل إنسان فموت المسيح وصلب المسيح حقيقة حقيقة تاريخية وحقيقة دامغة أن المسيح مات وقام حقيقة كتابية ولهوتية طبعا ولهوتية والمسيح أعطى رجاء للبشرية جمعاء له كل المجد فبدون هيدا الرجاء الإنسان أشخى جميع الناس مثل ما أرينا نعم فنشكر رب لأجل القيامة نشكر رب لأجل الفداء نشكر رب لأجل الصليب هيدا يلي صرح رسول الأمم وقال وهو يهودي أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم لك المجد رب فالصليب هو جليء هو هو موضوع مشورات الأزل المشورات الإلهية تمت في صليب الجلجسة سماها بطرس مشورة الله المحتومة صح مية بالمية نشكر رب نشكر رب فطبعا إحنا يعني عم نحاول نأكد على قيامة المسيح مع أنه السيس في حلقة مضت أنا تكلمت عن براهين القيامة وما أكثر براهين القيامة ولكن واحدة من الأشياء اللي بتزهلني التحول اللي حدث في حياة التلاميذ من حياة الخوف من حياة الاختباء من حياة يعني مش بس خايفين ومرتعبين مستحيين وخجلنين كنا نرجو أنه هو المزمع أن يبدأ إسرائيل ولكن عندما شاهدوا يسوع امتلأوا من روح القدس خرجوا وكانت قوة عظيمة لا تقهر ولا تتراجع هاليليويا وغيروا مجتمعات بأكملها بقوة قيامة يسوع المسيح قيامة يسوع المسيح هي قوة اختراقية للموت هي أقوى من القنبلة الزرية والهيدروجونية والكوبات هي القوة المتفجرة أي أن الله عندما تجسد تفجرت قداسة الله في العالم أجمع وبر الله ومحبة الله ورحمة الله ويقول بهذا الصدد رسول الأمم الذي صار لنا من الله يسوع المسيح حكمة وبرا وقداسة هاليليويا وفداء حتى من افتخر فليفتخر بالرب فنحن لنفتخر بأي إنسان كائن من كان ولا بأي عظيم ولا نفتخر بأي مذهب نفتخر بشخص الرب يسوع المسيح لا نفتخر لا بالحسب ولا بالنسب نفتخر بمن أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا له كل المجل فنحن في فرح عظيم بعيد القيامة ومثل ما قالت أسيس نيزار نحن كل يوم نعيش القيامة مش بالأعياد بس لا أكيد لا بالمأكلات والمشروبات لا 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 مش هيدا عيدنا عيدنا فرح وسلام بالروح القدس أن المسيح قام في حياتنا ونحن أحياء في المسيح مثل ما سمعنا في الآية يحيي أجسادكم المائتة وفي كورونتوس كنا أشقى جميع الناس لو لم يكن المسيح قد قام وفي بطرس شفنا أنه ولدنا ثانية لرجاء حي حي فإحنا بنتكلم مش بس عن عقيدة وعن جوهر المسيحية القيامة كمان فيها سلوكيات صح إن قمتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق فاطلبوا ما فوق فيعني القيامة هي التعبير عن حياة المؤمنة اللي اختبر قوة القيامة صح بأطباع المسيح ونتخلق بأخلاقيات الله وكما سلك المسيح نسلك نحن نحن أيضا له كل المجد يا لعظم النعمة التي حلت لنا حبانا بكل أنواع البرقات بدليل قال بركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيحي يسوع لكن بحب أقول شيء السيستيزار إنه بيقلك لرجاء حي وبيعطي المواصفات لا يفنى لا يتدمس لا يضمحل هاللويا محفوظ في السماوات لأجل مين لأجل نزار وجور ولأجل السامرية وزكا العشار واللصع الصليب لم أدعوا أبرارا بالخطاط إلى التوبة لك يخيطه بالرب لك اليوم يوم خلاص اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم وهنيئا لك بملك الملوك ورب الأرباب تعرف بيعملك ملك الرب قبل ما تتجدد قال الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا هاللويا بالماضي ملكا ملوكا وكهنة أنا بدي أقول لك أسيستيزار جلالة الملك أي حقيقة يعني بدي أكتبس كمان مرة الآية ولدنا ثانية ثانية لرجاء حي بالقيامة من الأموال إيه الرسالة اللي قرأتها في البداية الرسالة اللي في هاي المرحلة الأخيرة من البرنامج أو الحلقة إنك كيكت تحكي برسالة للمشاهدين نعم خيل حبيب أنا بعرف إنه أنا وأنت كنا بالظلمة الخارجية وإنت ما زلت بالظلمة الخارجية لأن بعد ما اختبرت النور النور هو الحياة فيه كانت الحياة والحياة نور للناس وهيدا النور يلي بيعطيك الرجاء يسوع قال أنا حي وأنتم ستحيون أي الرب لما يقيمك من قبور خطيات أنا بدي أقول لك أنت خاطئ أنت عامل خطايا كثيرة تتعطى مخدرات معك عائدة الزنب ضميرك بأنبك في أي خطية عبرت على حياتك دم يسوع المسيح يطهرك من كل خطية هيدا كيف بتم بالولادة الثانية ولدنا ثانية قال له لني قديموس رجل الدين إن كان أحد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت الله لا يرى ملكوت الله فأنت بدك ولادة بالروح القدس لما نيولدك بالروح القدس أنت بتصير ابن الرجاء ابن الحياة الأبدية وبدأ يقول لك خبر صار جدا أنه الرب لما يعطيك الخلاص خي المشاهد وعطاني بشكر الرب بقول هباة الله الخلاص هو هباة من الله أنتم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم بل هو عطية الله كله من الله من السماء ما في شي من الأرض ويلي بتاخده من الله هو أبدي مش زمني فأنت لما نتولد من فوق صرت ابن الرجاء وصار عندك رجاء لا يفنى لا يتدنس لا يدمح محفوظ إلك بالسماء ستدخل إلى الأمجاد الأبدية لك المجد يا رب طلع على الشمس قدي فيه عظمه ومجد طلع على الأمر قدي فيه عظمه ومجد طلع على الكون قدي فيه عظمه ومجد أعظم من الكون والكائنات هو مجد الله ستراه بالعين المجرد هلأ بالإيمان لكن حينئذ بالعين المجرد رجع بدي أقول لك أقول له بس هالكلمات بترجيك بترجيك يا إخت العزيزة يا رب يسوع أنا خاطئ مهما كانت خطيئك ليه قال أحدهم إن كانت خطيئكم تغطي قمم الجبال نقطة واحدة من دم يسوع تصير بيضاء كالتالي فيسوع بمحكي الخطيئات وتصبح ابن السماء وابن الحياة الأبدية هنيعا لك إن طلبت الرب آمين آمين وبحب هيك في الختام أقرأ بعض الآيات من رسالة بولوس الرسول لكنيسة روميا في آية إصحاح ستة من آية أربعة فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة أو الحياة الجديدة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته علمين هذا أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد أيضا للخطيئة في رسالته نفس الرسالة في إصحاح الثمانية آية 11 وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحي أجسادكم المائة أيضا بروحه الساكن فيكم بكمل بقول في آية 14 لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله إذ لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله كلمة أخيرة أسيس جورج قال أعطيتهم المجد الذي أعطيتني وبدي أقول لك شي أخي المشاهد هذه المحبة التي هي أساس الفداء التي هي أساس الرجاء التي هي أساس الخلاص هذه المحبة التي أعبرنا بإعلان الله الله هو محبة تعرف شو عامل الله المحبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا محبة الإنسان أنانية ذاتية شو هو نية عالمية شيطانية لكن محبة الله محبة مجرد محبة منزهة محبة ناقية محبة طاهرة محبة إلى أبعادة تنقلك من الموت إلى الحياة ومن النجاس إلى القداس ومن الزمني إلى الأبدية ومن المجد الزائل إلى المجد الأبد هاللويا المسيح قام 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 حقا قام آمين وهذا هو الإنجيل أو رسالة الإنجيل أعرفكم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب آمين فالإنجيل هو الأخبار الصارة أنه في شخص أخذ مكانك ومكانه شخص حي قام من الأموات حتى يعطينا التبرير والحياء الأبدية ولكن ما علينا إلا أن نعترف بخطيانا وأن نتوب عنها وأن نقبل المسيح مخلصا وأنه توجه ربا وملكا على الحياة والكيان فهي لا تتطلب فصاحة الكلام أو بلاغة التعبير بكل ما أنت تقول فقط ارحمني أنا الخاطئ وهو يأتي إلى حياتك وتولد ولادة روحية من فوق محتاج مسعدي تواصل معنا والرب يباركك